نحو عشرين عاما من المضاربات وتهريب الدولار إلى خارج العراق عن طريق مزاد بيع العملة الأجنبية دون رادع قانوني أدى إلى فقدان الدينار العراقي عشر بالمئة من قيمته بعد تخطي سعر الصرف حاجز المئة وستين ألف دينار لكل مئة دولار لتأتي قيود البنك الفيدرالي الأمريكي قبل نحو شهرين بمثابة المسمار الأخير في نعش الدينار الفيدرالي الأمريكي وضع اشتراطات لبيع الدولار من نافذة البنك المركزي للسيطرة على عمليات تهريبه لدول مجاورة على رأسها إيران وسط مخاوف من حصول انتكاسات جديدة بعد تقليل مبيعات البنك من الدولار وذهاب تجار وسماسرة شراء الدولار إلى السوق الموازية لتعويض النقص وإلى جانب القيود الأمريكية يؤكد أعضاء في اللجنة المالية النيابية وجود أسباب أخرى لأزمة الدولار من بينها استغلال المضاربين في مكاتب الصرافة الطلب المتزايد للدولار عبر تقليل المعروض منه الأمر الذي رفع سعره مقابل ضعف الإجراءات الحكومية لتدارك كارثة مالية تلوح في الأفق ولتخفيف قيود البنك الفيدرالي على حركة شراء الدولار في العراق تؤكد تقارير اقتصادية أن على حكومة السوداني تنفيذ قيود ملزمة مثل تسمية الأشخاص والجهات المشاركة بعمليات تهريب الدولار لدول الجوار وتسليمهم للبنك الفيدرالي الذي ألزم بشروطه المصارف الأهلية بتسجيل تحويلاتها بالدولار على منصة إلكترونية لتدقيق طلبات الشراء على أن يقوم البنك الفيدرالي بفحصها والسماح بتمريرها أو إيقاف عمليات الشراء والتحويل في حال عدم قانونيتها ومنذ بدء تطبيق القيود الأمريكية على مبيعات الدولار رفض الاحتياطي الفيدرالي 80% من طلبات التحويلات للمصارف الأهلية وفقا لمستشار الحكومة مظهر محمد صالح على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية للمبالغ التي يجري تحويلها القيود الأمريكية الجديدة ضد المتحايلين فاقمت من تدهور الدينار إلا أن أثرها الأكبر ينعكس على معيشة المواطنين اليومية ويضيف أزمة جديدة إلى قائمة أزماتهم الطويلة